اتصدمت صدمة عمري لما كنت بتكلم خطيبي مع العلم ان والده مريض بقيله 3 شهور نايم في السرير وما فيش حد بيخدمه غير هو وامامته وامامته ستة كبيرة في السابق المهم هو اتعصب وقال لي قفلي وانا فضلت على السماعة لقيته بيزعق جامد جدا ولقيت فيه صوت ضرب وتكسير وبابا بيزعق بقول له انت بتندي ايدك علي وانا في الحالة ده وامامته كانت قاعدة صوتها عالي وكان فيه صوتها رجالة جامدة جدا في البيت وانا كل ده على السماعة لحلوة ده وطبعا انا كان فاكر ان انا قفلته وما سمعتش الشتان والسعيق ده كل من ساعتها انا ما بردش عليه في التليفوني ما ينفعش ترد عليه اصلا خلاص ده بابي تقفل ما تفتحش تاني مش عارفة اقول لي اهلي ومش عارفة اسيبه ولا اكمل انا بحبه واتصدمت فيه ومش عارفة اعمل ايه مش عارفة اعمل ايه مش عارفة تفكيري متل اغبطين عايزة رأي الناس عدوني بجد انا بحبه من تاني يا جامعة وبقيلنا اربع سنين مع بعض انا مانعرفش بعد كتير ضيع وقت ففات ولا نحمدي ربنا ان ربنا كشفوه على حقيقته في الوقت ده متزعليش على الاربع سنين اللي هديعه اربع سنين ولا تضيع عمرك اللي لسه جاي افهموها كده بنات الولاد خدوها قاعدة سبتوها في مخوكو بنته ولد اللي مالوش خير فأبوه ومه مالوش خير فأي حد اللي مالوش خير فأهله مالوش خير فأي حد الميدي يدع لأبوه يضربه عارفة يعني ايه أبوه حتى لو مش بيحبوا المشاعر بتاعت ربنا محدش هيقدر يحزبك عليها تحب أبوك أو تكرهه دي مشاعرك انت محاش يقدر يحزبك عليها بس مش من حقك ان انت تمدي ايدك عليها هو فوقت ديئته بيمدي ايده على ابوه تخيالي انت بس للا قدر الله لو تعبتي ولا ولا حصلك اي حاجة ولا لسه خارجة من ولادة فتحة قيصرية مش قادرة تأمي من مكانك هيضربك لو طلبت منه حاجة هيسيبك ويمشي هيقولك خلاص بقى هي مش فادية دلوقتي هي تعبانة انزل انا قلب رزقي مع اي حد ما ينفعش محمد ربنا ان انت عرفت الكلام ده بدري ما تدبستش وتجوزتي اديه حاتك مع شخص محترم تيب ولا حرام ان احنا نروح نشوف الخطيب دايما ان الخطيب هو اللي بيجي عند البنت ويشوف عيلتها لا احنا نروح في حضور الاهل مش نروح مع نفسينا في حضور الاهل نروح نبص على بيتهم بابا بيتعمل مع نامته ازاي بيحترمها ولا لا هو بيحترم اهله ولا لا خلي بالكم من النقاط دي لان احنا تعلمناها احنا تعلمناها من نفسينا محدش جاي علمهانا انتو دلوقتي جايلكم معلومة على طبق من ده احنا اللي خدنا الصدمة احنا اللي خدنا الصدمة والبصنب معنى اصاح مش عيب خالص ان تعزم عندهم ناو اهلي في حضور الاهل اشوف مش هروح اقعد مكسوفة وعمل فيها بنت ناس لا اشوف العيلة ماشية ازاي مع بعض شوف الراجل متسلط الست ليها رأي بيحترم مراته هتلاقي جوزك بيحترمك لو هو بيهين مراته هتلاقي جوزك بيهينك ومش مشكلة خطوبة ومش مشكلة اربع سنين انت هتقدر تكمل مع واحد ملوش خير في اهله هيبقى ليه خير فيك ولا هيبقى ليه خير في اولادك ولا هيبقى ليه خير في اي حد اللي انا بقوله ممكن بالنسبالك يبقى ولا حاجة دلوقتي تبقى انت اللي خلاص بقى معمية وده حب وعمري وانا استحلق اسيبه لاش نحط المبررات عشان المبررات دي بتقتلنا احنا بتضيعنا احنا بتضيع حقك احط له مبرر لا اصل تلاقيه كان عصبي اصل تلاقيه كان متضايق في الشو أصلي ممكن يكون عشان زنقت الفرح والتجهيزات والحاجة غلت فغزبا عنه عصابه مش جودة لا بلاش تنبرر غلط كبير زي ده ملوش أي تبرير بكرة هيخليك تقطع أهلك هيحلف عليك يا أنا يا أهلك لأنه ملوش خير في أهله ما عندوش سقف ده اللي طالع ده على طول ده ما عندوش سقف نخاف منه ما عندوه سقف للغلط